عسليما عسليما مرحبا بكم منيس كل شاء الله تكونوا بالف خير يا ربي رجعت لكم فيديو جديد وبرنا جديدة كل عادة اليوم شنحضروا بعضنا فرفل محشي تونسي نحضروا كل عادة بطريقة سهلة وجيكم ببنين برشا المرة هذي مش نحضر معكم فرفل محشي بالجيش حويجة اقتصادية وبرنا برشا تنجفهم بنفس الطريقة تحضروا بالحمفرو حبيت نبادل شوية خليكم معايا في فيديو الاخر بشوفوا بعضنا طريقة تحذير وبنسبة لي او مارز والقناة ميسيش الاشتراك والقناة فضلا وليس امرا وكل عادة دي من السنة لتشجعاتكم ويالا تاونت عالداول طريقة التحذير بنسبة طريقة التحذير الحاجة بش نفرم صدور الجيش خليت هني تقريبا 600 جرام صدور الجيش ناجم زيده ولا تنقصه في الكمية بتبيعه يبقى حسب افراد العائلة اكا بنسبة للكمية كاش نقصمها على مرتين بس بعض الاشوار ماهيش قوية برشا اذيك عليش هكا بش نفرم على مرتين حبيت نفرم معاكم الجيش بشوفوا كل شاي لديو نعطيها واضحة عندكم الطريقة كيمالا حطيت معاهم شوية ثوم بش نفرم هكا الكمية البقت بنفس الطريقة كالعاد هكا نضيف شوية ثوم بش نفرمها بنفس الطريقة وهني بعد ما فرمت الكمية الثانية هدي كمية التي حصلت عليها وتوم ما بتبيعه تنجم زيده ولا تنقصه في الكمية في مقلة هني حتيت شوية زيد وضفت عليهم كعبتين البصل قصد ما هكا بالطريقة هذي ولا حتى البصلت نجمت وفرموه نضابل هكا شوية البصل القليق شوية وبش نضيف عليها جيجة اللي فرمني بنسبة لي هني استعملت زور الجيج ترجو متستعملوا اي بارتي مع الجيج مش بضرورة لازم ما زور الجيج ترجو تستعملوا اي بارتي انتم ما تحبوها مع الجيجん walk بش نضيفت عوة jeden جيج لي فرمني بنسبة لي هنيشفت استعمل ثوم لختي الدجار معتا كيمالا حضت في اول الفيديو افرمت جيج مع ثوم نحاول هكا كي ما تلاحظوا آآ نفرق هكا الجيش على بعضه نخلوه شوى ليسق. بش نفوح توا بش نضيف شوية ملح. بش نضيف ففل اكحل. مغارفة صغيرة زعتر مرحي. مغارفة صغيرة تابل. و بش نستعمل مغارفة صغيرة كركم. و مغارفة صغيرة ففل احمر. ونحرك كل شاي مع بعضه. و كي ما تلاحظوا هكا نحاول لنفرق الجيش على بعضه من خلوه شوى ليسق. هنجي بش نضيف شوية ماء. اضفت شوية مش بارشة. بش الجيش تاني نتيب بالبيهي. وميطوم بعض مجيش شايح. وبعد ما نحضر الفاغس بتاعنا اخر حاجة طوي بش نضيف شوية مع دنوس. اه بنسبة لمع دنوس دي ما نحطو هكا في اللخر بش يضبط له شوية. دي جا ما تطفيت على الجاز جوست نحطو هكا في اللخر. طوي تعدي وش نحضروا بعضنا السوس جيب نيب بارشة. حتيت هناك ما نحطو شوية زيت وضفت عليه طماطم بالنسبة لطماطم. تقريبا هني استعملت ستة كعبية طماطم كبار. فما كعبية تقشرتم كعبية خليطهما بالقشرة. قصيتم هكا تروفها صغار بش وبعد تعملي هكا كفا السوس. ضفت هني مغارفة كبيرة ثوم. دي ما ثوم ما يفوح بالبيهي السوس. بش نفوح وش نضيف ملح وش نضيف فلفل اكحل. مغارفة صغيرة فلفل احمر ومغارفة صغيرة تابل. وضفت هني شوية هريسة عربية. تبنى على الاخر السوس. من بعض يكن مبنية بارشة. وشن غاتيتها طماطم بتاعنا ونخليها تتيب في عقلها. حتيت تسايب الماء بتاحها. وانا حبيت تشوفوا معي السوس كيفش تماطم ما سايبت الماء بتاحها. هنا كنا لاحظتوا انه تماطم ما ما سايبتش الماء بتاحها. او كاذيفو شوية ما متكثروش بارشة. اه وخلوها هكا نقصوا في الجاز وخلو السوس يتيب في عقلو. وبهكا السوس التانا سايح ذر. هيدا هو السوس اللي بش تقدم على الفلفل محشي. اه تاوت عدية بش تحضروا بعضنا الفاغس. حتيت هني الفاغس اللي حضرناه بعضنا. وضفت عليه هني شوية جبن ربيت. نجم تستعملوا اي جبن انتم ما تحبوه. وضفت عليه هني كعبتين بيض. لكن نخلط ونشوف اذا كان سحقيت بش نضيف اكثر نجم ما نضيف. هني حبيت تشوفوا معي بش نضيف بيضة اخرى. حاسيت الفاغس مزال نقص بيض. بش نضيف هكا كعبة اخرى. وثم هني انتم والكمية اللي بش تحضروها معنا. تنجموا تسحقوا اكثر بيض. واي لا تنجموا معتها بس حقوة جزت شوية. كتابعوا بشوية بشوية. بعد ما حضرنا الفاغس مبعضنا. طو بش تعديو بش نحضروا قرنية الفلفل. اه كي ما تلاحظوا طريقة سهلة على الاخر. جز نقص الباتية هذيك الفقانية. والنحية زريع طريقة سهلة على الاخر. نحضر قرنية الفلفل هكا الكل بنفس الطريقة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. بعد ما حضرت جرينية الفلفل كل بنفس الطريقة. اه كي ما تلاحظوا نحاولوا هكا نعبيوه الفلفل متعنا بالبيهي. نحاول هكا كي ما تلاحظوا نضغط في كل مرة. ونحاولوا من خلوش فراغات نعبوه الفلفل متعنا بالبيهي. بالطريقة هذي هكا. وباش نعبي هكا جرينية الفلفل كما تلاحظوا الكل بنفس الطريقة. اشتركوا في القناة. حبيت هانا كي ما تلاحظوا نحضر هكا شوية بطاطة فريت. مع الفلفل محشي. حبيت هكا القدم مع شوية بطاطة. وتم هانا كي ما تحبوا تنجم هكا زيدوا شوية بطاطة فريت مع الفلفل محشي. والجوز تقدموه مع السوس وكهاو. في نفس الزيت اللي قليت فيها البطاطة. باش نحضر تاو جرينية الفلفل. كي ما تلاحظوا هكا نحط هكا الفارينة بالطريقة هذي. باش الفاقس بتاعنا ما يخرجش. ونطيب هكا جرينية الفلفل كل بالطريقة هذي. وبعد نعود رجع الفلفل بتاعنا اتيب عادي. نقليهم هكا بالطريقة هذي. باش الفاقس تاعنا ما يخرجش. اك حبيتوا تشوفوا معايا تفاصيل كل. باش ننجح معاكم من اول تجربة حتى كان اول مرة باش تجربوه. ننجح معاكم. بعد ما نطيبهم هكا بالطريقة هذي توبش رجع جرينية الفلفل بتاعنا نطيبهم عادي نطيبهم على الجهتين. خليهم تيبوا على الجهة هذي وبعد نقلبهم خليهم تيبوا على الشياء الثانية. نتفقدهم هكا كل مرة نقلبهم هكا على الجهة الثانية ونخلي جرينية الفلفل بتاعنا تيبوا فاقا لهم. ولازم معنين طيبوهم على نرضعي فهم القوش برشة في الغاز باش الفلفل تاعنا ما يتحرقش. جرينية الفلفل بتاعنا سيحضروا سقطرهم هكا بالزيت وبالصبال هي حاتيتهم في كاس كيس باش ينقص كمية الزيت. ونحضر جرينية الفلفل بتاعنا كل بنفس الطريقة كي منحطوا طريقة سهلة ماشي صعيبة. والطريقة مضمونة. جربوها بالحق بنفس الطريقة وتفكروني. بنا على بنا. هيدو جرينية الفلفل كاملتم بكل هكا بنفس الطريقة. تاوب قالنا كي باش تقدموه في المحشي بتاعنا حاتيت هني السوس لحضرنا مبعضنا. وباش حط غرينية الفلفل. ومشن زين هكا بشوي مع بنوس. وهذه هي كانت وصفتنا اليوم. شاء الله يراب تكون رسيت تعليم عشبتكم ومعشبتكم بالطريقة. هكا احنا بالنسبة للتقديم تنجب تقدموه بالطريقة اللي تحبوها. حابيت هكا نحتيكم افكار للتقديم. وبالتباعة تنجب تقدموه بالطريقة اللي تحبوها. المهم في المحشي بتاني يجيب من على الاخر. وبالنسبة للسوس كيف كيف بدين برشة. جربوه بنفس الطريقة وتفكروني. هكا وصلنا الاخر الفيديو. شاء الله ربي تكون رسيت تعليم عشبتكم ومعشبتكم بالطريقة. شكرا عشبتكم كل عادة ديما نسان انترجعاتكم. بجي مع الفيديو ونسان لكم مواطنق متاعكم. وبسلامة في وصفة ايجا ان شاء الله. موسيقى غير ملك جافعال.